موعد انخفاض أسعار زيت الزيتوني بالمغرب ارتفعت أسعار زيت الزيتوني بالمغرب بشكل ملحوظ حيث بلغ سال اللتر الواحد مئة درهم على الرغم من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحاد من ذلك والتي تشمل تقييد تصدير هذه المادة الأساسية إلى الخارج حتى نهاية عام 2024 وفقا لخبراء في هذا المجال فإن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل منها ضعف الإنتاج المحلي حيث يتروح معدل الإنتاج ما بين 11 و14 لترا في القنطار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الاستهلاكية الأخرى وفي هذا السياق ينصح رئيس الفيدرالية البيمهنية للزيتون المواطنين بعدم تسرع في شراء زيت الزيتون خلال هذه الفترة وشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار خلال الشهر المقبل أو شهرا ونصف اشتركوا في القناة